علي سالم أبو حبيل المعروف ببابلو إسكوبار الكويت كان أحد أكبر تجار المخدرات في الكويت ومنطقة الخليج في بداية التسعينات قصته تحمل الكثير من الغرابة ورغم وجود العديد من قصص تجار المخدرات إلا أن قصته كانت مميزة واستثنائية علي سالم كان معروفا بشكل كبير لدى الجهات الأمنية التي كانت تراقبه بعناية شديدة لكنه كان ذكيا جدا مما جعل من الصعب إثبات أي تهمة عليه تماما كما نشاهد في الأفلام ورغم أن الجميع كانوا يعلمون أنه من أكبر مهربين مخدرات خاصة من إيران كانت الشرطة الكويتية متيقظة للغاية وبدأت تخطط للقبض على علي سالم متلبسا بتجارة المخدرات وهو شرط أساسي لتحقيق الهدف استمرت مراقبته ومحاولات القبض عليه لمدة سبع سنوات ولكن دون جدوى حيث لم يتمكنوا من العثور على دليل يربطه بالمخدرات تماما كما في فيلم النمر والأنثى وضعت الشرطة خطة دقيقة لتسريب أحد أفرادها إلى دائرة أبو حبيل الضيقة بهدف جمع الأدلة اللازمة لضبطه ومعه المخدرات كانت المراقبة المستمرة ضرورية لمعرفة كيفية تهريبه للمخدرات من السواحل إلى داخل البلاد لتحقيق هذه المهمة اختير واحد من أكفاء الضباط الذي وضع خطة للتنكر والعمل حول أبو حبيل بهدف اكتساب ثقته وكشف أسراره تنكر الضابط في هيئة عامل أفغاني وبدأ يتردد على المنطقة التي كان يعيش فيها أبو حبيل الذي كان لديه بالفعل عامل أفغاني يعمل لديه منذ سنوات وكان يثق به كانت الخطوة الأولى للضابط هي التخلص من العامل الأفغاني ليحل محله ويقترب أكثر من أبو حبيل ورجاله الطريقة الآمنة لتحقيق ذلك دون إثارة الشكوك كانت بترتيب سفر العامل الأفغاني خارج الكويت وبالفعل تمكنت الشرطة من إبعاد العامل عن المنطقة والتوضيح للجميع أنه سافر هنا بدأ الضابط المتنكر بالاندماج في المجتمع كعامل أفغاني متحدثا العربية بلكنة مكسرة لكن أبو حبيل حين رأى الضابط لأول مرة لم يشعر بالراحة وشك في أن هناك شيئا غير طبيعي مما دفعه ليكون أكثر حذرا في التعامل معه بعد حوالي أسبوعين من تنكر الضابط بدأ علي سالم بمراقبته للتأكد من مكان إقامته ولكن هذا الأمر لم يكن غائبا عن الضابط أو فريق البحث حيث تم نقل الضابط مسبقا إلى منطقة غالبية من يقطنها من العمال الأفغان تم إشعار جميع الأفغان في المنطقة أن الضابط هو وافد جديد إلى الكويت يبحث عن عمل محاولات مراقبة أبو حبيل له باءت بالفشل حيث كان رجاله يقدمون تقارير يومية تشير إلى أن الضابط قادم من منطقة تسكنها بالكامل عمالة أفغانية دون أي سبب للشك مع مرور الوقت بدأ أبو حبيل يشعر بالراحة تجاه الأفغاني الجديد وقلل من حذره تجاهه وهذا هو ما قاد إلى سقوط علي سالم أبو حبيل المعروف ببابلو إسكوبار الكويت أبو حبيل كان يخطط لنقل شحنة ضخمة من المخدرات والتي كانت تأتي إليه عبر البحر مشابهة لطريقة تسليم المخدرات في فيلم ابن حميد لإسماعيل ياسين حيث كانت تسلم في بطن الزير كان أبو حبيل ورجاله يستخدمون قوارب صغيرة لجلب المخدرات من عرض البحر ثم ينقلونها بعد ذلك عبر البر داخل سياراتهم الضابط المتنكر وفريق البحث الجنائي كانوا بانتظار هذه اللحظة الحاسمة عندما شعر أبو حبيل بالأمان قرر التحرك بنفسه واستلام الشحنة وكانت شحنة كبيرة قادمة من إيران بجرأة استضاف الأشخاص الذين جلبوا الشحنة إلى منزله ووضع الشحنة بالكامل في صندوق سيارته في تلك اللحظة استغل الضابط وفريق البحث هذا الخطأ الكبير استدعوا قوات الأمن بسرعة وشنوا هجوما على منزل أبو حبيل وتمكنوا من القبض على بابلو إسكوبار الكويت علي سالم أبو حبيل بالإضافة إلى سبعة من أعوانه جميعهم إيرانيون تم القبض على الجميع وأحيل للمحاكمة حيث حكم عليهم بالسجن لمدة خمسة عشر عاما لكن هذا لم يكن سوى بداية القصة وليس نهايتها أبو حبيل قضى فترة في السجن وهو ملتزم الصمت يراقب من حوله دون أن يثير أي مشاكل أو مشاحنات محاولا البقاء بعيدا عن الأنظار كان من الواضح أنه يخطط لشيء ما وبالفعل كان يخطط لأمر كبير في أحد الأيام دق جرس الإنذار في أروقة السجن وأبلغ أفراد الأمن المسؤولون عن الحراسة أن زنزانة أبو حبيل والمجموعة التي كانت معه والتي كانت تضم ستة أو سبعة أشخاص كانت فارغة لقد هربوا جميعا وعندما استيقظت الحراسة في الصباح لم يجدوا لهم أي أثر فتح تحقيق واسع النطاق وحدثت فوضى كبيرة لأن الأمر لم يكن بسيطا فهروب أبو حبيل وهو واحد من أكبر تجار المخدرات والمجموعة التي كانت تعمل معه يمثل تهديدا كبيرا للشباب في الخليج والمنطقة العربية مع استمرار التحقيقات بدأت الأمور تتكشف وصدم فريق البحث عندما توصلوا إلى استنتاج مفاده أن الهروب لم يكن ممكنا دون مساعدة من داخل السجن وهذا ما أكدته التحقيقات لاحقا التحقيقات كشفت أن هروب أبو حبيل والمجموعة التي كانت معه تم بفضل تعاون اثنين من الضباط داخل السجن أحدهم كان ضابطا كبيرا في الرتبة وقام بمساعدة أبو حبيل مقابل رشوة بلغت مليوني دولار وساعدهم ضابط آخر صغير في الرتبة حيث حصل على حوالي مئة ألف دولار كانت الخطة بسيطة تم تغيير الحراسة والخدمات بشكل يسمح لأبو حبيل ومجموعته بالهروب دون أن يلاحظهم أحد ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل تم توفير الوقت الكافي لهم للابتعاد عن سواحل الكويت ولكن السؤال هو كيف تم اكتشاف ذلك؟ عندما بدأت التحقيقات تتسع تم مراجعة أرصدة حسابات جميع الضباط والعاملين في السجن سرعان ما اكتشفوا أن مبلغا كبيرا قد تم إيداعه في حساب أحد الضباط قبل فترة قصيرة من هروب أبو حبيل لم يكن من الصعب ربط هذا الإيداع بعملية الهروب الآن السؤال الأهم هو أين ذهب بعد هروبه؟ هذه النقطة بقيت لغزا لفترة طويلة تقول معظم المصادر إنه استقل قاربا ووصل إلى إيران ومن ثم اختفى تماما ولم يعثر له على أي أثر حتى حدث شيء غير متوقع قلب الأمور رأسا على عقب بعد عدة سنوات من هذه الواقعة حدثت حادثة أخرى في الإمارات العربية المتحدة حيث تمكنت القوات من القبض على شحنة ضخمة من المخدرات كانت قادمة من سواحل إيران تزن حوالي ثلاث أطنان من الحشيش أثناء التحقيقات لاحظت الأجهزة الأمنية شيئا غريبا الأشخاص الذين تم القبض عليهم مع تلك الشحنة كانوا يتحدثون عن شخص يدعى علي بأوصاف تتطابق بشكل كبير مع أوصاف أبو حبيل ومع مزيد من التدقيق في التحقيقات توصلوا إلى نتيجة مذهلة المفاجأة كانت أن أبو حبيل كان يعيش في دبي تحت اسم وجواز سفر مزيفين وكان يعيش بهدوء بعيدا عن الأنظار ويعمل في وظيفة عادية جدا دون أن يثير أي شكوك حوله قوات الأمن تمكنت من القبض عليه وتأكدت من هويته وتم الحكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات بعد انتهاء فترة العقوبة في الإمارات تم تسليمه إلى الكويت عبر الإنتربول الدولي وهناك تمت محاكمته مرة أخرى بتهمة الهروب من السجن الأول الذي كان قد حكم فيه بالسجن لمدة خمسة عشر سنة وحكم عليه بعشر سنوات إضافية في النهاية أتمنى أن يحفظكم الله من كل شر شكرا لكم والسلام عليكم